مرحب معكم بالأستاذ محمد عبد الرحمن الشارخ أبو فهد حياك الله و أنا في برنامج بالكويتي و لك غيبة يعني قاعد قول لنا يمكن أكثر من 25 سنة آخر لقاء يمكن كان لك قبل الغزو فوينك يا أبو فهد و أنت إن شاء الله أنجزت الكثير في كل المجالات أولا شكرا لقناة المجلس لاستضافتي الله يسعر أياك الله و شكرا لكم أنا منذ 2005 تقاعت نعم و صرت أقضي معظم وقتي في أوروبا بين فرنسا و بين إنجلترا و من ثم قل مجيئي أجي عادة في هذا الفصل حيث الجو اللي ما تجده في أماكن أخرى وأيضا ما كان لي سبب معين لكي أظهر ولكن شكرا لكم لإلحاعكم و لطلبكم و لإستضافتكم و أنا الآن لا هو تواضع و في أسباب وايد و المشاهدين رح يعرفون كل الأسباب خلال الحلقة طبعا أكيد لا وترى يعني فعلا لما قال الحاحكم إحنا الحاحنا عليه واحد لكي يكون معنا لكي نورتنا الليلة يا أبو فهد في البرنامج و وجودك إضافة للبرنامج و إضافة لنا كإعلاميين أن نقابل شخص بتاريخك خلنا في البداية نتكلم عن نرجع شوي لذكريات الطفولة و الدراسة هل كان عندك فعلا هذا الإحساس أنك رح تنجز هذا الإنجاز الكبير كان عندك خنقول ميول علمية أو أشياء وله الموضوع صار صدفة أنك أنت أدخلت اللغة العربية على الكمبيوتر أو تجارة أولا التذكر كمن نسيان صعبين وأنتم سحبتوني كيما أحك الذاكرة طبعا وأسترجع وأنا في النشأة نشأت في بيت كان المتنبي تقريبا في كل زواياه ما شاء الله وفي طفولتي أعتقد دون أن أبالغ قرأت أو طلعت كل ما وقعت تحت يادشي ما شاء الله ولم يكون في ذاك الوقت عندي طموح معين لإنجازات معينة ولكن تشربت بالثقافة العربية و بالاعتزاز باللغة العربية وهذا أصبح جزء من تكويني في الابتدائي كنت أحفظ شعر كثير وفي الثانوي تركت الدراسة تركت الدراسة في السنة الثانية ثانوي السبب متطلبات والحياة شغل نعم تجارة وظيفة في ذاك الوقت وظيفة تجارة الشاب صغير تجارة وبعد سنة قررت أن أعود للدراسة أكملت الثانوية من منازلهم كنت أعمل في دائرة البريد والبرق والهاتف نعم في ذاك الوقت كان هذا اسمها فحيح قبل أن تصير وزارة المواصلات قبل أن تتصير وزارة المواصلات ولأن فيها شفتات في العمل فأخذت فترة أداوة مصبف ثاني وتشويخ وأعمل بعد الظهر وفي فترة أخرى أكمل دراستي في دراسة مسائية في مبنى سابق للمعهد الديني نعم وأنهيت دراستي الثانوية وأخذت إجازة دراسية وذهبت أكمل دراستي الجامعية في القاهرة تأثرت بالقومية العربية تأثرت بالقومية العربية في ذاك الوقت جيلنا نعم بالتأكيد تعرف هذا أننا نتكلم نحن على الخمسينات والستينات الحيح أكيد كان جيل آخر ومطامح أخرى ونظر أخرى للعالم وأمل أكبر على كل حال في القاهرة درست في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية التي تتحيت سنة 1960 أعتقد وأنا دخلت في ثاني دفعة فيها وكانت الكلية المتميزة في ذاك الوقت لأن مصر كانت تريد عندها عملية تحول اقتصادي وكانوا مهتمين في هذه الكلية وأيضا كبهاء أساتذة ممتازين في ذاك الوقت بفايد أنت ميولك أدبية فلنحن لم تتجهت إلى تخصص الأدبية الإنسان بصورة عامة نعم وسأجيب على سؤالك يتحكم في حياته شيئين الإجتهاد وشيء من الحظ تؤمن بالحظ بالتأكيد الإجتهاد وحده لا يكفي نعم دائما نتها تاج له شيء من الحظ ليس الحظ شيء من الحظ أولا الإجتهاد نعم كان عبد الله الجار الله الله يرحمه هو الملحق الثقافي في القاهرة نعم وهو قريب لي فلما صلى درجاتي له وهو لازم يقررون الطلبة لهم الحق في اختيار التخصص ثلاث تخصصات نعم فأنا طلبت أدرس فلسفة أو صحافة أو علوم سياسية وكانت كلية الاقتصاد تقبل أعلى المعدلات أعلى المعدلات فأهو لما شاف الطلبة وشاف درجاتي عالية شطب على رغباتي قال نستفيد منها وقال لي شو لك بالفلسفة شو تسوي بالصحافة الصحافة أنت ادرس اللي تبي وشو صحفي لا لا اذهب ادرس اقتصاد وكنت أنا مسافر كنت في الخارج في قلطرة في الصيحة ولما جيت وجتني أمام الأمر الواقع أنا مسجل في كلية الاقتصاد وهكذا دقلت كلية الاقتصاد ما شاء الله والحمد لله كان قرارة جزاء الله خير جيد نعم بوفيد قبل الله نكمل في مسيرتك نحن حيارتنا ما نستطيع نسميك هل أديب كاتب رجل اقتصادي رحالة حسنا كما ترى في الأساس أنا موضع حكومة في الأساس نعم و أمضيت أكثر من 20 عاما في خدمة الدولة وكنت في مناصب قيادية نعم الحمد لله نعم ولكن أيضا عندي هذا الاهتمام الأدبي كان ملازم لي نعم في طول مسيرة حياتي فلم يغلب علي الطابع التجاري والطابع المالي هناك مثل في الإنجليزي اسمح لي أستخدمه لأنه يسهل علي التعبير نعم وأتأمل أن المشاهدين نعم ما يغضبون أني أتكلم أيضا بالإنجليزية وأنا أدعي أو أفتخر باللغة العربية ولكن المثل الإنجليزي سهل يقول لك أنا لا أستخدم المال أنا أستخدم المال لا أبحث عن المال فرق كبير لا أبحث عن المال أفعلها أثناء ولكني أثناء فأنا لم يكن أستهويني المال ولكن الحمد لله فإذا المصريين يسموني رجل أعمال لأن أنا أتردت على مصر كثير وكتبت وانشرت كثير من قصصي في الأهرام وفي الهلال وفي غالر 68 وفي أخبار الأدب فدائما يكتبون كم رجل للأعمال الكويتي نعم حمد شرق نعم والأدب هو أعتقد في الجينات في الجينات نعم إذا تربي على أبيات المتنبي من نعومة أفريك ستطلع محب للغة العربية والكتابة سنتقل للمرحلة العملية أنت تقول أن أنت لا تبحث عن المال لكن الصدفة أنك اشتغلت دائما في أماكن تتعامل بالمال أول بعد التخرج وأول وظيفة لك كنت في صندوق الكويت صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية كان عام 1969 وكنت نائب لمدير هذا الصندوق سنتكلم عن أول وظيفة دخلتها في هذا المجل أولا أريد أذكر نقطتين عن تجربة في الصندوق نعم كان معنا فريق من رجال الاقتصاد الممتازين دعني أعطيت صورة عن مجتمعنا وتطلعاتنا وأمانينا في ذاك الوقت ممتاز أو الستينات أو آخر الستينات و خريج جديد نعم جيلي كان تقريبا ثاني أو ثالث دفعه تسلمت مناصب حكومية في الدولة الهديثة نعم من الخريجين من الخريجي الجامعات فبتأكيد كان لنا فرصة طموه صحيح ونظرة لبناء الوطن رغبة و حماس صحيح داخلي فخر داخلي عزيمة داخلية نعم في البناء والتطلع فمع هؤلاء الأشخاص و مع مجال الأمل التنمية في الدول العربية فأيضا أعطتني كثير من السعادة لأن لم يكن فقط اهتمامي هو الوظيفة والمرتب والبرقراطية و إلى آخره و إنما كنت متم أكثر في صلب عملية التنمية بعد سنتين من توطفي تأيض نائب المدير العام نعم إن شاء الله في سنتين و الآن حين أتذكر نعم أعتقد أني أني ضحكوا إلي لماذا؟ لأنني كنت شاب نعم و كان يجب أن أتمتأ بشبابي ولا أتحمل مسؤولية لكن قبلت قبلت وبسرور نعم وتعلمت وأنا فخور صحيح أراك ولكن الآن حين أسترجع أقول يا حرام شويت بنفسي 27 سنة أعطيت مثال في تلك السن كنت ألبس كله وأنا مسافر بدلة كحلية أو سودة أو كرفتة و كذا الآن الأكس أتمتع بتي شيرت أراك و اللبس الأملي أكثر نعم نعم فأجد ولكن التجروة كانت جدا تري فيما يتعلق باغتناء ذاتي في أهمية التنمية و مشاكل التنمية ليس في الكويت فقط نعم دول العربية و إنما في العالم العربي لأنني آنذاك زرت أغلب الدول العربية أغلب الدول العربية وأنا صغير كنت قابل رؤساء دول و رؤساء حكومات وسجادة حمراء و شيء مبهج شيء مبهج و فرصة لن تتكرر لأبنائي أو للشباب الآن نعم و أيضا لازم أذكر أن تلك الفترة أعطتني فرصة للتعرف و الاحتكاك في الرجل العظيم ألا وهو جعبر الأحمد أمير القلوب رحمة الله عليه أتمنى في مقتبل الأيام أن أكتب عن هذا الرجل لأنه كان قامة كبيرة و في تقديري و نظري كان أوروبي جدا و كبير للوطنية لك صورة حاليا على الشاشة مع أمير و يتطلع لبناء الكويت و من الصعب الآن أن أغطي كل ما أريد أقول له ولكن هذا أعطاني فرصة و من ثم اقترح سموه آنذاك أن أمثل الكويت أو أمثل المجموعة العربية في البنك الدولي فتركت بعد الصندوق ذهبت إلى واشنطن كأضو في مجلس إدارة البنك الدولي و هي أيضا فترة زاخرة نعم أنا أعفوا أستاذ محمد أنا شايفة أن نلحظ معك من يوم كنت شاب ما شاء الله في كل المراحل نحن نتوقف لفاصل و بعد إن شاء الله نرجع للحديث أن بنك الدولي و إنجازاتك فيه خاص القصير و راجعين إن شاء الله نستمرين معكم أبو فهد طبعا لا سامي وايد يعني حابين نسميه الأديب رجل الاقتصاد الرحالة محمد الشارخ قبل أن نتكلم عن كمبيوتر صخر وهذا طبعا جزء أساسي اليوم من الحلقة بس نبي آخر مرحلة في إنشائك لبنك الصناعي كنت في واشنطن و اتصل في وزيرة المالية أنا ذاك الأخ عدرحمن العتيجي نعم و قال لي إن صاحب السمو يريدك ترجع للكويت تأسس بنك الكويت الصناعي نعم و اكتشف جابر الله يرحمه نعم فرحت و شديت العزم وسافرت لدول كثيرة أختار مهندسين و موظفين لإنشاء بنك جديد في الكويت وأسسنا بنك الكويت الصناعي واستمرت فيه سبع سنوات أنا المؤسس و رئيس مسر الإدارة والأضو المنتدب إن شاء الله نعم و أيضا تكون فريق وتكون فريق نعم و أساس في البنك الذي ما زال موجود و إنجازات فيه نعم وأود أذكر نقطة فقط عن ذلك الفترة ليس تماما عن البنك الصناعي ولكن عن شيء ضريف ممتاز نعم بعض البنوك كانت مبانيها بسيطة نعم و كنت أنا سافر للعالم و غيري سافر للعالم و شوفنا المؤسسات المالية مبانيها ضحمة و فحمة نعم ضحية فاقتراحت على الأخوين سعد الناهضة اللي كان رئيس العقاري و فهذا البحر اللي كان رئيس منك الكويت الشرق الأوسط نعم نشترك في اقتراح لصاحب السمو الشيخ جادر إنه يخصص لنا أرض في و اخترت أنا و اخترت عليهم درواسة العبد الرزاق ممتاز صحيح و رأت لصاحب السمو و تلطأ لأمرك هذا هو الوضع يعني العالم كلها مؤسسات المالية تكون شامخة و نحن معا عندنا و في مركز المدينة فجزاها الله خير وافق على الاقتراح الله الرحمن و بدأت ب اختيار شركات التصميم و اخترت مكملة من نيويورك و عملنا التصاميم و قامت هذه و اخترنا المقاولين و قامت هذه المؤسسات للثلاثة بنوك التي ترونها اليوم صحيح ما شاء الله ما شاء الله عليك دعنا ننتقل لمحور صخري يمكن هذا المحور نريد أن نتكلم عن إنجاز كويتي عربي عالمي وهو شركة صخري و التي قدمتها للغة العربية و من يتحدثها هي قصة نجاح أو يمكن أنا لو أسمع القصة سأسميها قصة غيرة على اللغة العربية دعنا نتعرف أبو فهد على شون بلشت قصة تأسيس شركة صخري وبداية انطلاقها تعريب الكمبيوتر و الفكرة التي كانت عندك أولا هذا في أول الثمانينات يعني أكثر من أربعين سنة لما كنت في البنك الدولي بدأ في مكتب استخدام الكمبيوتر نعم وكنت أشعر في ذاك الوقت أن ما هي المشاكل التي يمكن أن تواجهها اللغة العربية مع هذه التقنية الجديدة كان كان هناك توجد تايب رايتر والتيب رايتر عليها أحرف عربية صحيح صحيح أدرك أن هناك مشكل في تطويع تقنية الكمبيوتر لمتطلبات اللغة العربية اسمحي لي دون مبالغات نعم أشرح تفكري أنا ذاك كنت أدرك أولا أن أن اللغة العربية ليس لها أب لأن هناك ليس لها أب نعم لأن هناك 22 دولة تتكلمها نعم وأي منتج له أكثر من أب لن يكون أحد أحدهما مسؤول عنه فكل دولة تفتخر بهذه اللغة نعم ولكن تشعر أن مسؤولية اللغة العربية مسؤولية الدول العربية نعم أوكي فتضيع المسؤولية نعم ثانيا كنت أدرك أن لو دولة قررت أن تعمل الأبحاث اللازمة لتطويع تقرية الكمبيوتر لمتطلبات رضا العربية فهناك الوزير وهناك المدير وهناك اللجنة وهناك الميزانية طويل وكلهم يمكن يتغيرون خلال عملية البحث والتطوير التي نحن آنذاك وربما ما زلنا إلى الآن على وجه التقريب نعاني من نقص في ميزانيات الأبحاث والتطوير كما كنت أدرك أنا ذاك أن الشركات الدولية لن تستثمر في تطويع الكمبيوتر لمتطلبات رغوة العربية لأنها تعتقد أن هذه مسؤولية أهلها وكانوا يقولون لهذا الكلام وعلي ما هي متطلبات رغوة العربية سمعي لي في الإطناب أن أطول قليلا بالكلام نعم خذ راحتك في القول العربية لها ميزة هي الإشتقاق أنها مثلا من كتب كتابك هذا ميزة الإشتقاق سهل علينا اختراء الكلمات الجديدة صحيح وهناك صعوبة هي التشكيل صح لأن الحرف يمكن أن يأخذ خمسة صيغ من التشكيل صح الفتحة والضمة والكسرة والشدة والسكون والتنوين وتغير وتغير يتغير المعنى أضرب لك مثال نحن نقول الألم نور صحيح ألف لام أي لام ميم وهي غير مشكلة ونقرأها الألم نور ولكن نقرأ مثلا رفع العلم ألف لام أي لام ميم نقرأها رفع العلم وهي غير مشكلة وكلمة مختلفة تماما إذن إذن نذاتيا إذن لا تحتاج للتشكيل بالعكس لا تحتاج ولكن التشكيل موجود ضمنيا في آلاف الاحتمالات في ذاكرتنا في ذاكرتنا ولهذا أنا حين أتكلم أشكل أنا أقول مثلا محمد ما أقول محمد نعم أنا أقول نجلة نجات نعم ما أقول نجات نعم هذا التشكيل كيف أنقله إلى الكمبيوتر الكمبيوتر لكي يتعرب لكي يتحدث عربي لكي يصبح عربي تعطي المعلومات لابد أن يكون عنده هذه المقدرة التي لللسان العربي التي هي موجودة بعشرات الآلاف من الاحتمالات صحيح في مخزننا فالعملية كانت صعبة أبو فهد فمثلا نحن بدأنا سنة الثانية والثمانين أنجزنا التشكيل بعد أنجزنا الصرف بعد سنتين هذا وقت ولكن التشكيل استقرق مننا 12 سنة أكثر 12 سنة 12 سنة نعم من البحث واسمحي لي عندي تعتقدين أو تنظرين أن 12 سنة كثيرة ولكن في الأبحاث وتطوير لا هذا ليس كثير لأن في العادة هذه أمور تستمر ومتغيرة وفي كلمات جديدة صحيحة نعم نعم فهذه كانت رؤيتي آنذاك نعم بسبب الغيرة على اللغة نعم بسبب اهتماماتي الأساسية وبسبب قناعاتي بأهمية لأن الإنسان في النهاية في تقديري يود أن يكون له شيء في المجتمع صحيح وفي التاريخ ويكون له إسهام الإنسان يتمنى الإنسان يتمنى طبيعة البشرية طبيعة البشر يتمنى إنه تحقيق الذات وهذا ما كنت أنشدة في هذا المشروع آنذاك كان من المهم أن أجد التقنية أو الوسيلة اللازمة فبحثنا أن نظام للكمبيوتر يحفظ حقوقنا في التأليف سيحيح يتحقق هذا وحقوق التأليف كما تعلمون لا تحترم لا تحترم في الدول العربية آنذاك وربما ما زالت حتى الآن نعم لأعتقد الوضع أفضل قليلا أكيد أفضل أكيد و سيكون أفضل بإذن الله أكيد أكيد يعني سنة الحياة صحيح فاخترنا نظام MSX صخر هذا النظام MSX من شركة مايكروسوفت نعم كنا في حال النظام وكان يقوم بتسويقه في اليابان السيد نيشي ودعاني لاجتماع مع بيل جيتس في توكيو نعم و أنا لا أنسى سعادتي الله و أنا أنظر لأعداد الشباب سواء في معرب السالمية نعم أو في بغداد نعم أو في الخبر أو في الجزائر وطن العربي وهم طوابير ينتظرون وصول جهاز صخر MSX باللغة العالمية نعم نعم نحن نطرح الآيفون نعم سبحان الله لكن أبو فهد إن شاء الله بعد الفاصل سألتك سؤال جدا مهم أنا أعرف لماذا سميته صخر بعد الفاصل إن شاء الله خير استمرين معكم مع الأستاذ محمد الشارخ كثرت المسميات لكن بالأخير ما شاء الله أنتجت لنا شي جميل وهو كمبيوتر صخر سؤالنا أبو فهد ما معنا اسم صخر يعني نعم صغار كل بيت طبع عنده هذا الجهاز فكنا لا نعرف لماذا اسم صخر وهو ثلاثة أحرف فكان يجب أن نجد اسم أيضا من ثلاثة أحرف يكمل مع مع الاسم الإنجليزي نعم كلفنا شركة يابانية مختصة في عمل الماركات لأننا نتخصص في هذا الأمر نعم فهم اقترحوا أن يجب أن يكون الاسم من ثلاث أحرف ويجب أن نبتعد عن الكلمات الغير شائعة القديمة الغلجة أو الكلمات الشائنة نعم أو كذا فاخترنا مجموعة أسمات طبعا أنا وجدت أنه صخر قوي أو اختاروا أن يكون الكلمة تعرف أن الكلمات الثلاثية يكون فيها الواو أو الرا أي ما تكون متصلة نعم ففضل وأن يكون لازم يكون متصل نعم أفضل متصل فاخترت اسم صخر بأن أولا هو القوة وثانيا بسبب خلفتي الأدبية أذكر الخنساء وإن صخرا لتأتم من هدات به كأنه علم في رأسه نار الأدب مؤثر عليك بشكل كبير أبو فهد وإن هذا أخترت هذا الأسم طبعا البرامج كلمنا عن البرامج الكثيرة البرامج البرامج بدأنا بتعليم الناشية العربية نعم البرمجة نعم فعملنا صخر بيسيك وعربنا لغة اللوغو صخر لوغو وانشرنا كتب لتعليم البرمجة على صخر بيسيك كتب للمعلمين تدريب المعلمين على كيف يدرسون الطلبة للبرمجة وهذا في الثمانينات وكتب وكتب تمارين للطلبة ثم عملنا التطبيقات وأهم تطبيق عملنا لاختبار نظام الصرف الآلي وهو برنامج القرآن الكريم نعم ودعني أقول لك أن أول عملنا برنامج القرآن الكريم في الكمبيوتر سنة 84 عملنا لاختباره 45 دورة أنه هل يضبط أو لا يضبط لأنه لا يستطيع أحد أن يعمل خطأ في هذا الكتاب وبذلك اطمأننا لدينا نظام صرف صحيح وعملنا هذا البرمج ثم في الثمانينات عملنا حوالي مئة تطبيق لتعليم الطباعة للقاموس لتعليم الإملاء للكتابة العربية للحساب للفيزياء للكيميا وأيضا الألعاب التي ترجمناها في الحقيقة لم نعملنا هنا برامج ألعاب لكن أخذنا توكيل من شركات وترجمنا ألعاب وترجمتها اللغة العربية نعم جانب الثقافي ولكن تعرف الناشئة لا تستطيع أن تعلمهم عن طريق يبون عن طريق اللعب أيضا يعني شهيهم نعم هذا اللي عملنا ومعنى في ذاك الوقت يمكن مليونين جهاز ما شاء الله يا حق لكل الدول العربية أن تفخر فيك أبو فهد يعني أنت عملت إنجاز فاد الشعوب العربية من شرقها إلى غربها دعنا ننتقل لغة العربية وحبك لهذه اللغة كيف ترى مستقبل اللغة العربية حاليا بعد كل هذا الذي أنت بنيته من أجل الغيرة على اللغة العربية وبصراحة أبو فهد خذ راحتك أستي إنها بلعب كما ذكرت من قبل إنها بلعب النواية لدى المسؤولين عالية وفي كافة اجتماعات وزراء التربية العرب هناك توصية للإهتمام باللغة العربية نعم وعلى المسهول القمة أيضا تصدر قرارات صحيح ولكن التنفيذ شيء آخر أنا اقترحت في مؤتمر للغة العربية في تونس سنة 2015 اقترحت أن بعد ما طرحت هذه المشاكل نعم أن يكون هناك صندوق لتحديث اللغة العربية تموله صناديق التنمية العربية ويكون مستقل لأن اللغة العربية وهي لغة قديمة كما تعرفون صحيح قديمة يعني كيف أكيد هي اللغة المحكية والمكتوبة المحكية والمكتوبة الوحيدة في العالم اللي يزيد عمرها عن 1500 سنة هذا عمر طويل يحتاج إلى تحديث كما في اللغات الأخرى صحيح وعلوم اللغة تطورت كثير في العالم ونحن ولهذا أنا أتمنى على الشباب وعلى الأجهة القادمة وعندي ثقة بأن مستقبل اللغة العربية في المستقبل أفضل مما كان في الماضي رغم أن الناس تتكلم عن تدخل العامية ويتكلمون عن تدخل اللغات الأجنبية وتشتت الثقافات وهذه أشياء يعني تلاقب اللغات شيء طبيعي وأيضا نحن نعرف أنه في القرآن الكريم هناك تلاقب لغات ونعرف أن العامية في تيكساس غير العامية في نيو ديلهي أو غير العامية في لندن نحن نتكلم أن اللغة العربية الحديثة الفصحة الحديثة بمعنى نحن نقرأ الصحف العربية في كل البناء العربية نعم ونفهمها صحيح فلماذا تشغلونني في موضوع العامية العامية للأميين أو للأحاديث المنزلية أما للثقافة والعلم فطبعا لا بد يكون بهذه اللغة هذه اللغة هي ما سأيت أنا إلا أن نحافظ عليها نحافظ عليها في الترجمة نحافظ عليها في التشكيل نحافظ عليها في النطق الآلي نعم أبو فهد شايف عفوا في تقصير من وزارة التربية عندنا هنا في الكويت سؤال مبطن يعني لأكون لأكون دقيق نعم الآليات المتوفرة لدى البيرقراطية العربية نعم في الكويت أو في غيرها دعنا بالكويت أبو فهد لموذج نعم أو غيرها بصراحة هي أقل مما تحتاجة عمليات التحديث تعرف البيرقراطية لها عشرين توقيع وعشرين لجنة وميزانية لا يوجد أعرف هذه الأشياء أعطيك تسمحون لي نعم سأعطيك مثالين للتحديث أعطيك مثالين كيف يمكن أن تنقل تقنية منتاز نعم سقط الإتحاد السوفيتي نعم في ضباط في الجيش الروسي أعملهم في الرادارات تركوا الجيش أسسوا شركة لعمل الأوسي آر التي هي التصوير الضوئي لا يوجد أوسي آر عربي لا يوجد أوسي آر عربي اتصل في أحد مبعوثين إلى أحد المؤتمرات في كيمبرج في إنجلترا وقال لي أنه رأى الروس يعرضون أوسي آر نعم بدائي باللغة العربية هذا الكلام كان يوم عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين ديسمبر في تلك السنة رأسا قلت لها حد ذلنا موعد للاجتماع بهم شيء يهمنا وعندهم عندهم نواته تعرف الرادار تقنية الرادار لا تفهم الكلمات تفهم الشكل صحيح أرد فإذا ممكن تطبيقها على عدة لغات سورية مثل الشفرات فتفقنا معهم لأن كان رأس السنة هم عندهم كريسماس في رأس السنة فما قدروا الإجازة نعم صحيح إنما في أثنين يناير من السنة التالية كان أحد مهندسين في سام بوترسبرغ يتفاوض معهم ويوقع معهم اتفاق لعمل الأوسي آر العربي فدعنا لهم مكتب في سام بوترسبرغ وعملنا فريق في القاهرة لأن أنا بعد الغزو نقلت صخر التي بدأتها في الكويت في الجابرية نعم صخر تعريب الكمبيوتر بدأ من هنا من الكويت نقلته بعد ذلك بعد الغزو نقلته إلى مصر نعم لأسباب كثيرة كنت بس إلك فأنا قصتي مثل هالقرار أننا ناخذ قرار بالاتفاق مع روس ونفتح مكتب في روسيا خلال أسبوع أو خلال عشر أيام صحيح لو كانت هذه بيرقراطية حكومية ولا بسنتين لا يصير لكن شيء شخصي نعم هذا الأقصد أن البيرقراطية بما فيها وزارتي بالكويت لا يوجدها الآليات أعطيك مثل آخر النطق الآلي نعم الاتفاق الاتفاق جاء للكويت في أحد السنوات شخصين بلجيكيين نونوت وهو وسمعت واتصلوا فينا أن أهم عندهم تقنية جديدة لنطق للسبيت تكنولوجيين نعم وأن أهم يريدون تمويل لشركتهم ناقصهم تمويل لشركتهم نعم أرضوا علينا المرحلة التي وصلوا لها تفقنا معهم نستثمر بشركتكم بشرط أن نعمل النطق العربي الحمد لله نعم حطينا ثلاث ملايين دولار وبعد سنتين وصلت أسهمنا السهم الذي كان في سبعة دولار وصل إلى تسعين دولار ما شاء الله وعملنا أن ندخل عربي جميل أنا قصدي مثل هذه القرارات هذه تطلبها التقنية تطلبها البحث هذه الآلية لا يمكن أن نطلبها من سواء في واشنطن أو في لندن هذا يجب أن تكون كما يقال أنت برونيري عمل خاص للعمل الخاص هذا النوع من التحديات أو من الأشياء التي تحتاج إلى ثقة بالنفس وعزيمة والاجتهاد الذي ذكرته في بداية الحلقة وعنفوان الشباب صحيح يعني عنفوان الشباب شرط لا يمكن مثل هذه الإنجازات لأناس أكبر سنًا أنا أعتقد أنا أعتقد اليوم أنا لا أملكت كالجرأة التي كنت مدركها في ذاقي وقت لا أملك أنا الآن أحب الإسرحاء التأمل التفكير جميل تستحق كل هذا بعد كل هذه الإنجازات يا أبو فهد نطلع فاصل ومكملي معك إن شاء الله مستمرين معكم كلام جدا جميل من الأستاذ محمد الشارخ أبو فهد ما شاء الله الوقت يأخذنا بشكل سريع جدا فأنتكلم أيضا عن صخر والأرشيف الجميل طبعا بعد أن تقع لما وصلت لنصار عمري 65 سنة نشاء الله يعطيك طوصل في 2005 ورأيت أن لحق أن أرتاح أكيد فتجنبت العمل اليومي والإداري إلى ابني فهد نعم ولكن لإهتمام بالثقافة و كنت أدرك تعرف العرب ما عندهم علوم في القرن الماضي المعومة ولا صناعة ولكن كي نعرف العرب سنعرفه من ثقافتهم أي من المجلات الأدبية والثقافية نعم ولكن العربي في صفاقس في تونس لا يعرف ما يكتب في بغداد نعم واللي في حلب لا يعرف ما يكتب في الكويت صحيح ولكن تقنية الإنترنت صارت تتيح لنا إن نجمع كل هذه المواد كيف نجمعها من وين أجيبها هذه الدول كلها موجودة وعندها الإمكانيات عمل طويل لعمل على الأقل أرشيب ثقافي للكويت لسعودية لتونس غير موجود نفس التفكير السابق لابد أن أحد يعمل هذا الشيء فأنا اهتميت لمدة تزيد عن أشر سنوات من أن أجمع المجلات الثقافية والأدبية في كل الدول العربية بحيث أن صارت عندنا اليوم ما يزيد المجهود مليون مليون ستمائة ألف صفحة أغلب المجلات الثقافية والعربية نعم ليس فقط وضعها على الإنترنت ولكن الأهم هذه لقطات طبعا من فهرستها نعم بالضبط فهرستها والبحث فيها بعد أن تصل إلى المقالة التي تريد للكاتب الذي تريد نعم بلحظات بالعنوان بالمضمون فهذا رسالة صخر الثقافية في الوقت الحالي المستمر ولها فضل على كل المستمر نعم وأنا عندي قناعة إنما ينفع أن الإنسان يبقى أكيد الأثر الزبد يذهب هباء نعم صحيح عشان لا يداركنا الوقت ونغطي خنقو المواضيع أكثر خننتكلم عن الكاتب محمد الشارخ كيف ترى نفسك ككاتب ذكرت لك أن المصريين يقولون رجل الأعمال هذه قصة رجل الأعمال عراف محمد الشارخ نعم وأنا يعني لا أنظر إلى نفسي كأديب أنا أكتب نعم أنا أكتب أكتب لأنني أريد أن أكتب وليست مهنتي وأنا طبعا أفهم أن الأدواء الذين أمضوا حياتهم مهنيا في الكتابة يختلفون عن شخص أقرب إلى الهواية في الكتابة في الفن الثقافي عندك حصيلة كبيرة بلغة العربية فأنا أكتب القصة وكتبت رواية كيف كتبت سأذكر أولا أن لثلاث مجموعات قصصية نعم آخرها مجموعة أسرار نعم وقبلها الساحة والعائلة وعشر قصص ومجموعة عشر قصص ورواية العائلة نعم سأذكر قصتين يهمني ممتاز جميل واحدة تجربة الله لا يعيدها الاحتلال نعم لا شك أنها تترك في الضمير الكويتي عامل مخزون من الحزن نعم والنظر البشرية والإنسانية اللي مثل هذه المشكلة فأنا كتبت قصة ابني عن ماذا عن الوالد والوالدة اللي اختطف ابنه إلى آخره وراحوا بحثون عنه ولقوه وراحوا إلى البصرة وعطوهم ولد مون ولدهم وردوا فيه لما وصلوا إلى البيت بتلشوف في هالولد مون ولدهم وهذا الولد يقول المعاملات ردني للبصرة ماذا سوى ولدهم ما ردوا لهم وعطوهم هالولد قالوا خذوه ماذا سوى قالوا لا ادخل ربه نعم هذه رواية هذه قصة نعم قصة قصة ثانية رزقت بأول أبنائي في واشنطن دي سي لما كنت في المك الدولي نعم ابني فهد نعم الله يحفظ في مستشفى واشنطن ساعة خمس صباحا بعد الولادة الحمد لله ركزت بالسيارة و جاءت لأشقتي في مبنى الووترغيت والووترغيت هذه هي البناية التي حصل فيها فضيحة نيكسن نعم صحيح وجلزت في البلكون على البوتومك أشرب لفنجان قهوة وكتبت رسالة إلى صديق رسام في نيويورك أروي له حدثت الولادة مشاعر مشاعر أدب مخزون إنساني مخزون إنساني كبير نعم تعرف فيه الأنفس البشرية والثقافات والمشاعر وفي النهاية نحن نعرف من زمان من عنترة نعم هل غادر الشعراء من متردم يعني هل هناك جديد لا يوجد جديد لا يوجد جديد يوجد تعبير جديد يوجد يوجد أسلوب جديد أما هاملت هو هاملت صحيح أما عطيل هو عطيل نعم أما قيس وليلة فهم قيس وليلة أردت يعني نفس قصة الحب والرومانسية نعم صح واليوم الرواية والقصة هي مختبر إنساني مختبر إنساني أعرف فيه أحكي لكم على قصة كتبتها مؤخرا اسمها الوديعة لم تنشر لا منشورة ضمن أسرار نعم كان أحد أصدقائنا نحن أنا أقضي الصيف أو أخلب الصيف من سنوات من أول السبعينات في جنوب فرنسا نعم نحن مجموعة كويتيين كثير أصدقائ أحد الأصدقاء روالنا قصة بسيطة عن شخص يهدع أمواله في بيت تموين الكويتي ويحب يروح يطالعهم بين وقته آخر بس يتأكد يطالع الفلوس يردهم قصة ضريفة نعم فإذن أنا أعط صيغته كتبتها بشكل آخر نعم لتبين الفرق بين جيلين جيل الآباء وتعاملهم مع المال الأب الذي كان لا يريد فوائد والابن الذي رجع للبق يقول لا أبي الفايدة قال لأ أبوك تنازل قال ما علينا أبوي أبوي مات أنتو عندكم الفلوس وعندكم الفايد أتكلم على تغير الغرض تغير الأجيال كيف نطرتها ويعني أعتقد من حبة الأدب أنت تبرعت للمكتبة الوطنية تقريبا بستة آلاف مؤخرا أنا أعطيت المكتبة الوطنية ستة آلاف كتاب وأنوي أهديهم وأقتلهم بذلك بعد سنتين سأعطيهم ألفين إلى ثلاث تلاف كتاب آخر أتخيل مكتبتك في البيت كيف حدث اسمحي لي بعد ما أعطيت ستة آلاف أنا الآن أطالع مكتبتي أولا أنا أقضي وقت كثير في الكويت في بنيدر نعم في بنيدر في الشلي تستمتع بالقراءة فأشوف مكتبتي ما زالت مليونة ومكتبتي في شقة في فرنسا مليونة ومكتبتي في شقة في لندا مليونة ولهذا أنا أكمل لهم بعد سنتين نعم يستاهدون نعم بفايد بعد نلتق لي شيء جدا مهم اللوحات أنت تحب تقتيني اللوحات فقط للرسامين العرب يعني هناك عنصرية في هذا نعم ليست عنصرية أنا أيضا لست رساما نعم ولست من مقتني اللوحات بالمعنى المتعارف أنا اقتنيت لوحاتي بغواية النظر عادة الذين يقتنون اللوحات يقتنون للاستثمار نعم ولهذا يختارون الاسم ويختارون التاريخ أنا كنت كان لأصدقاء رسامين نعم رحيح فكنت آخذ منه غالبا ما ما ترتاح لعيلي فتكون عندي دون قرار تكون عندي أكثر بثلاثمية لوحة من شاء الله بلكتو معرض خاص بك والآن الآن يعني هذه الأيام أو قبل أسبوع ولمدة إلى شهر ستة في بينالي للرسم في الإمارات استعاروا مني تسع لوحات لأرضها في البنالي ما شاء الله جميل أربع لوحات أعتقدوها من شقتي في لندن وخمسة لوحات أعتقدوها من شقتي في الكويت وسأرى هذه تحتاج إلى متحف ربما نعم واضح غير هذه الأمور القراءة واقتناء اللوحات هل لك هوايات أخرى تستمتع فيها أبنائي الله يحفظ أبنائي الله يحفظ وفاك في اللوحة مهمة ودنا نشوفها لأبنائك أو بنتك هذه رسم بنتي مناير ماشاء الله كولاج وهو فن جديد يعني جديد يعني قصتي في 50 سنة الأخيرة نعم نحن بعد أن نعمل و نتزوج وننجب تصبح أمنيتك الوحيدة سعادة أبنائك أكيد وتقدم أبنائك وأنا أذكر تعبير جميل لزوجتي ومن الأيام لما قلت لها اش دعوة ما ما عندك أنت ما تفرحين يعني كل أبنائي أبنائي قالت لي اسمع أنا ما عندي سعادة أنا سعادتي مستمدة من سعادة أبنائي لا تقول لي الله أنا ما عندي سعادة سعادتي مستمدة حديث جدا ممتع لكن وقتنا يخلص إذا عندك أقل من دقيقة إذا عندك الماء خيرة فيها اسمح لنا والله عندي شيئين إذا سمعت الأول أنا أريد أذكر أن في صخر زوجتي ساعدتني كثير أولا هي درسة تاريخ ثانيا كانت حريصة على عملي فأشرفت على اختبار أولا كتبت كثير من برامج نعم قبل أن يبرمجون هاي وقامت بالإشراف على اختبار أكثر البرامج خاصة برنامج القرآن الكريم نعم لها فضل كبير عليه وثانيا أنا أتمنى من بعض الشباب اللي يسمعوني اليوم أن يكملوا مشوار صخر لأن الإنسان إنسان زائل يكملون بالإنجاز يكملون بالإنجاز أحنا عملنا يعني أنا عملت شيء مما علي نعم أسست صحيح أتمنى أن أمو يكملون وشكر لكم يعطيك طوة العمر إن شاء الله والصحة والعافية كل الشكر لضيفنا الأستاذ محمد عبد الرحمن الشارخ مفهد شكرا على هذا اللقاء شكرا لاختيارك تلفزيون المجلس بعد هذه الغيبة الطويلة عن الإعلام شكرا لكل ما قدمت للغة العربية والدول العربية أبناء الجاليات العربية في كل مكان في العالم مهما شكرناك ما راح نقدر نوفيك حقك شكرا لكم شكرا لكم فاصل وردي لكم بإبن الله